ما يخص النهاردة أبطالنا ونجمنا فريق المنتخب الأولمبي المنتخب الأولمبي اللي تروى انتقاد ومكان لي اتهارة انتقاد احنا لسه ما عملناش حاجة لسه ما وصلناش لحاجة اتقطع له قالك ده مدرب عنده فكرة راح ياخد النني لعيب بيبطل سبحان الله نجم البطولة نجم المنتخب الأولمبي محمد النني علاء حمزة علاء حمزة علاء اللي ما كانش بيلعب حمزة علاء انت اخده ليه ما خدتش حراس تانية ليه عشان هو مدرب كبير وحمزة علاء حارس مرمى كبير حارس مرمى كبير وبيلعب في نادي كبير واقف في دوره مظبوط لايلعب عالش الناوي عشان الناس ما تبهمناش بقى غلط ولا مصطفى شبير ولا بتاع هم كلهم من دخدغين الدنيا مقصرين الدنيا حمزة علاء واحد من نجوم اللقاء النهاردة بلا منازع النني يروح يقعد في الحتة التانية النني النني تقدر تقول ان عنده عشرين سنة واحد وعشرين سنة هقولكو سر خبر انا ترددت ان اقوله كتير حصل بيني وبين مسؤول في الاهلي حوار ان الاهلي بيفكر في النني قبل الامبياد فقلت له من نني ازاي قالك ان نني لعب فيه لعب وسط كبير ان نني لعب كبير جدا 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 وممكن يدي سنة واثنين انا بصيت كده قلت اقول الخبر ده جماعة مش معقولة جماعة ده النني بعد الولمبياد من كالي ده حيتقطع ده الامور حتبقى صعبة ده ممكن حتى ما يبتديش بيه لا الاهلي عنده حق والنني عنده حق ومن كالي عنده حق والحقيقة الحقيقة العمر العمر بالنسبة للنني رقم في الطاقة والنني عنده من العزيمة والاسرار ان هو قدر يرجع نفسه لان دي هنا مش سهلة بلعب مع شباب سغيرة وعنده نفسه روحهم ونفسه حماسهم عنده حضن النهاردة مع قطة بعد المتش عايز يقول انا اهو انني عنده عرض اماراتي واعتقد انه هيكون عنده عرض من نادي الاهلي وانني اعتقد ان الولمبياد بعديها حيروح في حتة تانية عكس كل التوقعات توقعنا حاجات تانية خالص توقعنا حاجات تانية خالص اجي بقى للمشهد السلبي ده المشهد الايجابي زيزو هل احنا دلوقتي جايين نقايم زيزو ده لعيب كويس ولا وحش يعني احنا مثلا نجيين نقول ايه زيزو ده بيعرف فيلعب كورة ما بيعرفش يلعب كورة بيلعب في نادي كبير ما بيلعبش في نادي كبير ايه بقى ايه زيزو لعيب كبير ده اكيد بيلعب في الزمالك ومنتخب مصر ده موضوع مش مجال ان انا اه 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 يعني ابحاسه ابحاسه موفق ماتش مش موفق مش نهاية العالم اصله هو خارج كنزعلان طب حضرتك عايزه وهو خارج يعمل يشغل مزيكة عايزه هو خارج يرقص من الفرحة هيعمل ايه هيعمل ايه ما رايح بأحلام السنين وراح بأحلام احترافه وبتاع والرجل غير موفق خلاص حزين حزين حزبه على اللقطة اللي بعدها ان اني راح فين اخد شنطته وروح قعد على الدكة زيه زيه اي لعيب صغير وشجع والتزم واول واحد كان موجود في الملعب بيبارك لللعيبة والامور مش يتعادي خلاص مفيش اي حاجة خلص مفيش اي موضوع اي قصة مش موفق اهه مش موفق اختيار صحيح مليون في المية اختيار صحيح والموقف لو قرر الف مرة هيختار زيزو الايه برضو السوشيال ميديا اصي زيزو زمال كاوي اهلاوي ما لو كان اهلاوي يا جماعة منتخب الانبي بيلعب مال الاهل حضراتكم بالزمالك دلوقتي ايه اللي جاب الاهل عجم بالبحر مال دي بدي انا دا مش انا مش فاهم ايه اللي دخل دي حضراتكم في دي المنتخب الانبي محتاج مسندة امام منتخب اسبانيا المبرار اللي جاية محتاجين نقطة لان مش عارفين نتاج المنشات تانية هتبقى عاملة ازاي فناركو المسندة برافو مكالي عظيم النني عظيم حمزة علاء كل رجال عاملين اداء رائع جدا زيزوا ان شاء الله بإذن الله يتقلق المباراة القادمة عشان نخلص من الاهل والزمالك والكسة والخناقة والموضوع ونركز في منتخبنا الولمبي لان هو ده الاهم هو ده الاهم قلولي يا جماعة